أهلي الأسرة بيطلبوا بنيمين نتنياهو بقالوا ما يفوتش صفقة بايدن بنيمين نتنياهو طول الوقت بيتكلم على أنه نحن لا نريد حماس استان نحن لا نريد فتح استان وشواته الكلام الفارغ اللي هو بيقوله ده وبايدن بيقول كمان لازم نبقى قادرين نفهم أنه العقل السياسي الإسرائيلي ده الكلام عن بايدن يعني أنه يجب أن يضمن 100% أنه ما حدث في 7 أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى بس شي حاجة مهمة هنا بقى علشان جو بايدن يبقى ضامن 100% أنه ما حدث في 7 أكتوبر طفان الأقصى لا يتكرر مرة تانية وعلشان بنيمين نتنياهو يبقى متأكد 100% أنه اللي حصل في 7 أكتوبر وبالمناسبة لازم نذكره برضو زي ما حصل قبل كده أو عملية إيلات أو عملية كمال عدوان إلى آخره يعني من عشرات العمليات اللي عملتها المقاومة الفلسطينية العظيمة على مدار تاريخها لازم نبقى فاهمين إيه هو الأساس يعني أساس انطلاق المقاومة إيه أساس انطلاق المقاومة هو الاحتلال طيب ومن ناحية أخرى أساس انطلاق المقاومة في 7 أكتوبر تحديدا يعني العملية بتاعت طفان الأقصى هي كان لها في تصوري سببين رئيسيين أولها إنه الكيان الصهيوني قاعد يمارس كل أنواع الشنائع التي ممكن أن تقترف تجاه الفلسطينيين سواء إذا كان في الضفة أو في الأدس وأتذكر جيدا جدا أن احنا في مرة من المرات ده كان قبل 7 أكتوبر تقريبا يجيب سنة وكنا بنتكلم وقتها في التليفون مع الدكتور طريق فهمي وقلت له على ما يبدو أن هذا الأهوج لم يقرأ التاريخ جيدا لأنه كلما اشتد التضييق وكلما زاد العنف على الفلسطينيين بيبدو الأمر وكأنه انتهى فتفاجئن المقاومة بعمليات شديدة القوة قد يصفها البعض بالشراسة أنا أتذكر كويس جدا قلت الكلام ده للدكتور طريق فهمي على التليفون قال لي صح وقلت له المقاومة بيبدو أنها هدأت أو قد يبدو للعيان أنها انتهت ولكن فجأة بنلاقي أنه دخلوا بعمليات شديدة القوة تهز الداخل الإسرائيلي ولازم نتنياهو يقرأ تاريخ المقاومة كويس جدا إذن طول ما فيه عنف تجاه الفلسطينيين طول ما فيه مقاومة وكلما تزايد العنف المقاومة الفلسطيني بيبدأ يفكر بشكل أكثر إسرارا على أنه في مواجهة هذا العنف هناك عنف مضاد وفي هذه الحال ليس عنفا مضادا لأنه مقاومة تجاه محتل تمام؟ طيب لو حصل انسداد للأفق في السلام بنلاقي أنه سلاح المقاومة بيرفع مرة أخرى يعني حتى تذكر أنه رحمة الله عليه الزعيم الشهيد ياسر عرفات عندما تحدث عن غصن الزيتون والبندقية ده كان قدام الأمم المتحدة وقال ما معنى سيبونا نرفع غصن الزيتون وننحل البندقية جانبا إذن الفلسطيني مش عايش لأجل رفع البندقية هو عايش لأجل غصن الزيتون بالأساس انطلاقا من يمكن الجزء اللي احنا بنسمعه بصوت العظيم محمود درويش اقرأ محمود درويش أي لايه بالمناسبة هو ده وجدان المقاومة الفلسطينية يعني فما تسدش الأفق أمام السلام لأنه لو حصل انسداد أفق ما تجيش تقول أنا مش عاوز اللي حصل في 7 أكتوبر يحصل تاني لأنه بمنتهى البساطة اللي بيعملوا نتانياهو واقتلافوا الحاكم شديد التطرف والعنف والهمجية بيسد الأفق أمام عملية السلام وإذا كان المجتمع الإسرائيلي اتخض وزعر من اللي حصل في 7 أكتوبر ومسألة إنه فجأة يكتشفوا إن هم مضطرين للاتجاه أو الهروب للداخل يعني أنت بتتكلم على أكتر من ربع مليون صهيوني هربوا للداخل عشان يفضوا ما يطلق عليه غلاف غزة لا هو لو حصل انسداد حقيقي للأفق السياسي لأفق عملية السلام أنت هتشوف ما هو أفضع بكتير من وجهة نظرك أنه أفضع من وجهة نظري أقوى بكتير من 7 أكتوبر إذن فكر جيدا فقبول صفقة بايدن إن كان بايدن أو نتنياهو أو الجن الأزرق يريد هدوء وعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر وأنا بزيده وحتى لا يحدث ما هو أكبر وما هو أقوى سيروا قدما في عملية السلام خدوا الموضوع بجدية دون مراوغات قعد مع المفاوض المصري لمرة وحدة في حياتك وأنت أمين مرة ومش علشان خطرنا دا ليه كنت ليه كنت أنا في رأيي اللي حصل في 7 أكتوبر بروفا لما هو أكبر دا في رأيي المتواضع جدا دا بروفا لما هو أكبر لو تسدت هتبقى مصيبة بالمناسبة وإحنا مش عاوزين دا يعني إحنا في مصر إحنا المصريين مش عايزين كده إحنا عايزين هدوء وسلام في المنطقة بالكامل استقرار كامل طيب